السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم مستر محمود بلتاجي من قناة معلومة على الماشي النهاردة ان شاء الله هنشرح لسن 1 يونت 2 منهج الصف الاول الاعدادي منهج الساينس لمدارس اللغات هنتكلم عن fundamental forces in nature يعني القوة الأساسية في الطبيعة طيب ازاي نعرف او يعني ايه كلمة force انا عندي مثلا لو عندي يعني الكتاب ده هيفضل ثابت كده في حالته من غيء لو محدش اثر عليه يعني ايه ثابت يعني يبه كلمة استاتيك دي معناه ايه ثابت طيب ليه ممكن يجي يجي ليه هو فضل ثابت هقول له because there is no force acting on it مفيش force ممش حاجة قصرت عليه مش حاجة زقته ممش حاجة حركته من مكانه طيب حاجة برضه بتفضل ثابتة بس حتى لو فيه force قصرت عليها زي ايه the wall doesn't move يعني الحيطة ما بتتحركش when you push it with your hand ليه الحيطة ما بتحركش لما ازقها بأدية because the force acting on the object is improper يعني كلمة improper يعني غير مناسبة يعني كوة صغيرة بالنسبة لحاجة كبيرة لكن لو انا قلت مثلا عندي كورة زي ما بنلعب مثلا ضربة الجزاء او كده the static ball move when you kick it with your food and stop when the goalkeeper catch it طب ليه because the object state change with static state يعني the object بتاع له هو البول بدأ يتحرك to motion كان هو static بدأ يتغير يبقى moving يتحرك or vice versa او العكس يعني هو ممكن كان بيتحرك والجول كيبر لما مسك الكورة فايه وقفت دائمت when a proper force act on it يعني ايه proper force يعني قوة مناسبة طيب من اللي احنا شفناه الوقت ده كده نعرف يعني ايه force force is the effect يعني التأثير that attempts to change the object state يعني اللي بيحاول يغير آآ حالة الجسم object state from being static or to motion يعني انه من كونه تسابت انا بغير حالة بتاعته بخليه motion يعني ايه متحرك or vice versa او العكس يعني ممكن يكون متحرك وانا وقفته or attempt to change the direction of motion او محاولة تغيير direction يعني في قورة مشي كده وانا قمت وشطتها كده فالاتجاه ايه الاتجاه بتاعها تغير direction تغير طب انا بقيس the measuring unit of force هتبقى ايقوى لي newton يبقى انا بقيس the measuring unit بتاعت الفورس بايه بقول له newton وبنرمز لها n capital كده ليه مستر بنكتبها n capital عشان دي اسم scientist newton ده كان عالم فاحنا اسماء العلماء بنكتبها حرف capital طيب ازاي انا اشوف the forces طبعا the forces احنا مش بنحس بيها direct كده لكن بنشوف الاصار بتاعت we can feel them in some phenomena في بعض الحالات زي lightning and thunder البرق والرعت lightning يعني البرق and thunder يعني الرعت wind motion حركة الرياح gravitational of object to earth ان الحاجة لما تكون بتقع كده تنجذب للأرض attraction of iron to magnet انجذاب الحديد للمagnet برضو فيه forces زي ايه اللي بنشوف technological application في حاجات تكنولوجية يعني في أدوات نحن بنستخدمها زي generating electric current المولد اللي بيولد الكهرباء زي fire weapons الأسلحة اللي هي اللي بتدرب الرصاص زي nuclear explosion الطاقة النووية زي nuclear reactor برضو الطاقة النووية بس بنستخدمها في استخدامات سلمية طيب ايه الحاجات اللي هنتكلم عنها بقى في الليسون ده او fundamental forces in nature هنتكلم عن gravitational force قوة الجاذبية عن electromagnetic force القوة القهرومغناطسية ودي حاجات كلها احنا مش بنشوفها بعنينا احنا بنشوف تأثيرها بس وعندنا nuclear force اللي هي لها نوعين في نوع اسمه weak nuclear force اللي هي قوة النووية الضعيفة وفي strong nuclear force القوة النووية القوية ودي لها استخدام ودي لها استخدام هنتكلم عنه بالتفصيل طبعا ال weak دي بتستخدم في الميديسين discover the earth is gravitational force اول واحد اكتشف وتكلم عن الجاذبية طبعا فيه قصة بسيطة كده عشان خاطر نفاهم النس انه هو انه بنقول انه فيه تفاة وقعت عليه وطبعا الكلام ده مصحيح ده كان ساينتيست وعالم مشهور وكان بيدرس الماس والفيزيكس والساينس وكلها وانواع الساينس الكتيرة والاكتشافات عظيمة وبنانة على الحاجات اللي هو بنقول ان فيه قبل او طفاحة وقعت على رأسه وايه الحاجة اللي بتوقحها او ايه الحاجة اللي بتشدها للأرض اللي هي لكن طبعا قصة الطفاحة دي مش حقيقية طيب هو دي احنا بنعبر عنها ايه او خدناها في سيكس جريد خدناها ازاي اللي هي الابجكت ويت او طب يا مستر هو الويت ده ايه كنا طبعا احنا بنقول ايه التن ده اللي هي ودي بتكون حاجة ثابتة حوالي او وإحنا في الغالب في البروبلمز هنكون جايبينها لكم كده يا اما اما بتبقى موجودة في السؤال طب انا ممكن اعملها كده بشكل التريانجل اللي كله بيحبوا ده طب يا مستر لو انا عايز اجيب الام بقول طب انا بقيس برضو الفورس او الويت بايه زي ما اتفقنا بنقسها بنيوتن طيب هناخد بقى بقول ماذا عندي احسابه على الكالكوليتور تطلع بكم 980 نيوتن ليه قلنا نيوتن عشان الويت ده يعتبر ايه gravitational force طيب اللي بعدها بيقولي calculate the mass of object it's weight 280 نيوتن والجي بتن احنا يسه يقالين ان ال mass equal weight over g الويت عندي بتوهندرد ايتي والجي بتن 280 divided 10 تبع ايقوى ايه 28 28 كيلو جرام طيب مسألة اصعب شوية بيقولي a box has number of small balls that are similar in mass يبقى انا عندي بوكس كده في small balls كلهم similar in mass the mass of one ball 0.5 كيلو جرام the weight of the balls 500 نيوتن والجرافتي بتن يبقى انا هجيب الاول mass of balls كلهم يبقى ال equal weight over g اللي هي equal 500 over ten يبقى عندي كده الم mass بتاعهم كلهم كام 50 كيلو جرام طب انا كده عرفت ان الم mass بتاع البولز كلها 50 كيلو جرام انا عايز اجيب النمبر النمبر بيكون الم mass divided a mass بتاع البولز كلها divided mass بتاعت one ball تبقى ايقوال 50 divided 0.5 هتديني كام hundred balls يبقى انا عندي كام كورة hundred طيب انا عندي شوية معلومات كده مهمة لازم نقولها ان the mass of object remain constant by changing position on earth surface ده لي لان الم mass is the amount of matter that object contain and it doesn't change يبقى الم mass doesn't change by changing position يعني الم mass بتاعي لو equal hundred كيلو جرام on earth هيفضل hundred كيلو جرام on moon في اي حتة يبقى على earth هيبقى hundred على moon هيبقى برضو hundred لكن the weight change from place to another يبقى انا عندي كده معلومة مهمة mass constant mass a لكن the weight كلنا عارفين the weight a variable يعني ايه كلمة variable يا مستر يعني متغير طيب the weight of object always more than it's mass ليه weight اكبر من الم mass قلنا لان weight equal mass by gravity اللي هي ممكن تبقى mass by 10 او mass by 9.8 فدايما ال weight ايه؟ more than mass طيب في معلومة مهمة جدا برضو عن ال weight احنا ال weight بنقيسه من عند center of earth فكلما distance increase كلما ال weight decrease يبقى ايه increase اللي يحصل weight العكس على طول decrease طيب احنا عندنا هنا مثلا الاكويتر الاكويتر ده اللي هو ايه؟ خط الاستواء او عند البولز او نورس بول او ايه؟ الساوس بول طبعا الايرث زي ما احنا عارفين ما بتبقاش اه زي ما احنا متخيلين كده شكل كورة او بول لا بتكون شكل بيضاوي oval طب الشكل ده بيخليها ايه؟ عند الاكويتر بتكون distance كبيرة شوية لكن عند البولز بتكون distance ايه؟ صغيرة فتلاقي هنا gravity بتكون number A كبير لان كل ما distance صغيرة يبقى gravity كبيرة فالجرافتي هنا مثلا نلاقيها 9.83 لكن عند الاكويتر بنلاقيها مثلا 9.78 فرق بسيط جدا بس احنا قدرنا نحسبه يبقى فيه فرق ان هنا عند البولز gravity more than عند الاكويتر يبقى weight بتاعك لو انت عند البول هنتكلم عن الاكتروماجنتيك فورسز في part 2 of lesson 1 unit 2 ان شاء الله في الفيديو اللي جاي شكرا